طبعا لا تعليق كل اللي أنا عايز أقوله المستر المسيماني أنك تدرب فريقا عظيما اسمه النادي الأهلي وتدرب لاعبون كبار عندك لعيبة على أعلى مستوى من محمد الشناوي حارس المرمى حتى آخر لاعب في الملعب لعيبة دي إمكانياتها وقدراتها أعلى من أي قدرات وإمكانات مع كل الإحترام للأندية العربية نمبر ون في الإمكانيات وقدرات اللاعبين هو النادي الأهلي قولا واحدا على المستوى الأفريقي وفقا للأرقام ما بقولش من عندي بقول وفقا للأرقام النهاردة الوداد دي تالت بطولة له الأهلي عنده عشر بطولات عشر بطولات إذن أنت بتدرب فريق كبير عظيم اسمه النادي الأهلي بتدرب لاعبين كبار ما عندكش لعيب كل لعبتك لعيبة كبيرة محتاجة تدريب صحيح محتاجة كوتشنج مزبوط محتاجة خطط لعب صحيحة محتاجة قراءة فنية صحيحة لفرقتك وللمنافس إذا حصل هذا الأمر ما فيش فرقة فيك يا وطني عربي كله تقف قدام النادي الأهلي قولا واحدا والدليل ألقاب النادي الأهلي عشر ألقاب بتتكلم بالأرقام ورامنه على طول نادي مصري عظيم أيضا اسمه الزمالك بخمس ألقاب مازين بخمس ألقاب الترجي الترجي أربع ألقاب الوداد باللقب بتاع انبارح تلت ألقاب تلت ألقاب مقابل عشر ألقاب للنادي الأهلي الرجاء تلت ألقاب كانون يا ويندي تلت ألقاب هافيا كونكري تلت ألقاب وفاق ستيف لقبين أن ينفى لقبين شاببت القبائل لقبين أشان تيكوتوكو لقبين وبعين لقب واحد لسانداونز والنجم السحيلي وهارسوف أوكو أسيك ميموزا أورلاندو بايرتز والإفريقي والجيش الملكي ويونيون دوالة ومولودية الجزائر وكرب رزافيل وفيتا كلوب والإسماعيل وأستاذ أبجان وأوريكس دوالة شفتوا الأرقام الأهلي في حتة وكل أندية أفريقيا في منطقة أخرى يا كابت المسيمان تقول لي بقى دقيقتين راحوا الساعة وقفتوا مش عارف إيه ما أنت عندك تسعين دقيقة ما أنت عندك تسعين دقيقة ما ينفعش نقول كلام ده آه إحنا تظلمنا إن إحنا لعبنا على ملعب الوداة لكن إحنا كسبنا الرجاء برضو في المغرب قبل كده ونستطيع بمنتهى لأن أصبحت المباراة على أرضية الملعب آه كان فيه سوق تنظيم أنا شفت فيديو بيمنعه الكابتر حسام غالي المحترم وهو عضو مجلس الضرنة النادي الأهلي من الدخول بطريقة مش لطيفة على الإطلاق كان هناك فيه بعض الأمور التنظيمية لم تكن جيدة هذا مشكلة أفراد مشكلة أفراد لكن هذا الأمر المدرج بتاع النادي الأهلي كله كان فاضح يعني العشر تلاف آه راحوا بتاع ألفين ولا حاجة زي كده وتمن تلاف كرسي كانوا فاضيين كل ده برضو في النهاية بر الملعب لكن عن نجيلة عن نجيلة هناك أمر آخر فرقة قدام فرقة 11 قدام 11 هذا هو الأمر ترجمة نانسي قنقر